اتهامات خطيرة للشرطة النمساوية بالاعتداء على ناشطين من جمعية حقوق الحيوان في تيرول اتهامات خطيرة بعد اخلاء مقر حزب الشعب في انسبروك الناشطون يتحدثون عن تجاوزات عنيفة والشرطة تعلن عن فتح تحقيق بحسب صحيفية كورونا قال الناشطون تم تجريدنا من ملابسنا بعنف وتفتيشنا ونحن عرات اجبارنا على التقاط الصور اهانتنا وتعرضنا للأذى عمدا هذه الاتهامات تتوجه الناشطون من جمعية مكافحة المصانع الحيوانية فيغا تي الذين احتلوا زبان ماضي مقر حزب الشعب النمساوي في شارع فالمر في انسبروك وطالبوا بلقاء مع وزير الصحة نوربت توتسو تشينج يعني الشيء مؤسف انه كل فترة وفترة لازم نسمع عن انتهاكات الشرطة النمساوية ولكن ان تصل هذه الانتهاكات للاعتداء على ناشطين وتجريد ناشطين من ملابسهم طبعا وما خفي اكثر من ذلك بكثير يعني وانا عن صراحة اطلاع على العديد من معلومات وشهادات خاصة لأفراد تم اعتقالهم عرب سوريون وغيرهم فلسطينيون تم اعتقالهم باجلس الشرطة النمساوية وتم اهانتهم لذلك يعني اتمنى اتمنى كل من يسمعنوا يشاهدنوا عندما تحصل معهم مشكلة او يعتقل لأي سبب من الاسباب ان يحاول ان يكون يعني ان يطلب من اللحظة الاولى اريد ممثل قانوني يحضر معي التحقيق ان يعمل ان لا يترك لوحده قدر الامكان يعني حاول ان تطالب بممثل قانوني تطالب بان يكون في هذا التحقيق اخسر من شخص تطالب ان يكون هذا التحقيق مصور من حقق ان يصور هذا التحقيق يعني تداركا لحالة ان لا تتعرض لأي اساءة او لأي اجرام او لأي انتهاك من ما حصل مع هؤلاء الناشطين احدهم قال بدأوا بتفتيشنا وخاصة في الاماكن الحساسة يعني بصراحة شو هذا الشيء اللي الواحد عم يسمعوا الشرطة النمساوية عم تعمل هذا الشيء حتى لهم ناشطين مهما كانت الادانة لا يحق لا للشرطة ولا لأي احد في النمسا بان يقترب وان يعذب وان يضرب وان يجرد من الملابس الا ضمن شروط قانونية صارمة يعني هذا الشخص ممكن ان يشك انه مخبئ سلاح بجسده بأي مكان ما ممكن ان تشرع هذه الحالة اما بشكل عشوائي بهذه الطريقة هذا كلام خطير جدا بصراحة ويجب الوقوف عنده